ترى أسا الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية الاجتماع الأول للجنة تقييم مراكز الخدمة الحكومية التي نقشت تطورات عملية التقييم ضمن الدورة الثالثة تقييم ثلاثة جاء هذا الاجتماع بهدف التعريف بأعمال اللجنة ومناقشة تطورات العمل ضمن خطة الدورة الثالثة من عملية تقييم مراكز خدمة العملاء الحكومية وأعرب السيد محمد علي القائد الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية عن خالص شكره وتقديره إلى سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لإصدار سموه القرار رقم 6 لسنة 2022 بعادة تشكيل اللجنة مشيدا بخبرات الأعضاء وتطلعاته إلى ما سيقدمونه من إضافات نوعية ورائدة إلى أعمال اللجنة كما أشاد القائد بمخرجاته ومنجزات اللجنة السابقة معربا عن خالص شكره وتقديره لكافة الأعضاء الذين تم تكليفهم للعمل ضمن عملية التقييم السابقة وتقدم بالشكر إلى الفريق المركزي السابق لما أسهم به من جهود ساعدت على نجاح التقييم في دورته الماضية جرى خلال الاجتماع لإطلاع على خطة العمل لدورة التقييم الثالثة وبحث تطورات العمل على تفعيل الخطة الإعلامية للدورة الجارية لرفع مستويات الوعي بأهداف اللجنة ومعايير التقييم